السلام عليكم معكم العافية معا انا اليوم سيارة ساتروين برلينغو 2015 طبعا كما انتم شايفين السيارة ضو فيها ضو لتشيك انجين وضو الأورية اللي هو الادة بلو بعد الكشف على الأخطاء تباين عنا خطأ تباين عنا خطأ تباين عنا مشكلة بضغط الأورية خلينا نتابع مع بعض خطوات فحص وتشخيص وإصلاح العطل طبعا الخطوة الأولى هي بارة عن رفع السيارة وتفاقد جميع أجزاء منظومة الأورية بدءا من خزان الأورية موجود أسفل السيارة طبعا فيه مضخة موجودة بتقوم بضخ الأورية عن طريق الأنبوب إلى النقطة الأخيرة بخاخ الأورية اللي بدوره يقوم بحقن الأورية بداخل نظام العادم من الـ DPF من أجل الانبعاثات طبعا زي ما بيّن معنا فيش أي تهريب أو تسيل للأورية الآن نقوم بتنزيل السيارة لإكمال الفحص الخطوة التالية هي باستخدام جهاز الفحص نذهب إلى قائمة قيادة على إحلات الأورية تستخدام جهاز المطاعة تستخدام جهاز الفحص ننزل لدينا خيار تستخدام جهاز الإساعدات تستخدام جهاز المطاعة على إحلات الإساعدات طبعا بحكينا بحلات الحرارات المحرك لازم تكون فوق 80 درجة تمام شكرا شكرا كما نحن ملاحظين الضغط لدينا 4 بار في حالة و��는 يجب أن يكون أكثر من 5 بار في هذه الحالة لازم نغير خزان القرية اللي بدوره يحتوي عن مضخ طبعا وهيك خزان القرية الجديد صار راكب الآن نقوم إن شاء الله بعمل برمجة لنظام القرية وهيك وصلنا للمرحلة الأخيرة اللي هي برمجة نظام القرية بعد تغيير الخزان الخطوات بسيطة جدا ريبير باك ريبير 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 نزل عن الخير الأخير ريبير 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 موضل سويتش أوف ريبير 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 oh برغز نرش سويتش نرش ايغ Lauren سيف سيف ايغانك تحضير المشكلة تحضير المشكلة تحضير المشكلة تحضير المشكلة تمام نتحرك تحضير المشكلة نقوم بحضير المشكلة أنظر المشكلة تمام ، فوقت ال strings تحضير التقطع غير الريكين تحضير التقطع تحضير التوقع لم ترجمة نتأكد قائمة البرامتر زي ما فيحصنا في المرة الأولى واضح أن الضغط ستة بار هذا يدل أن الضغط جيد والمنظومة تقوم بالعمل بالشكل المطلوب إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو ويعطيكم الفافية مع تحيات المهندس باسل